النهاردة معادنا مع مراجعة موبايل اخيرا نزل مصر بشكل رسمي من شاومي وهو ريدمي نوت 11 اس افتكر كده معا يا صاحبي من فترة النوت 11 اس اتصعر في مصر بشكل رسمي من حبة كتير بسعر يبدأ من 4000 وشوية لحد اعلى نسخة 5000 وشوية بس لأسف الموبايل منزلش مصر واسعار الموبايلات زادت مرة واثنين وتلاتة واخيرا ريدمي نوت 11 اس نزل بس بالاسعار الجديدة اللي تبدأ من 5000 وشوية قرب 6000 جنيه لحد اعلى نسخة 6000 وشوية قربة 7000 جنيه ده معنى ايه لو انت متعود تشتري موبايل في فئة معينة فانت للأسف محتاج تزود الف ونصة او الفين جنيه على الاسعار القديمة علشان تجيب موبايل من نفس الفئة او لو هتثبت المبلغ القديم اللي معاك للأسف هتنزل فئة سعرية تحت شوية المهم خلينا دلوقتي نجرب الريدمي نوت 11 اس مع بعض الموبايل جاي بمعالج من 96 اللي ادوة معروف عنه انه هو كويس في الالعاب مقابل شوية سخونة زيادة شاشة املت 90 هرتز بطارية كبيرة 5000 ميلي امبير شحل داتا 30 واط وكاميرا 108 يمجاب اكسل ونشوف هل الريدمي نوت 11 اس مقبول بالنسبة لسعره الجديد وسط الموبايلات التانية المنافسة اللي على سعارها زادت برضو ولا لا ما تنساش بقى زيما انت متعود اللايك الجميل ويلا بينا نبدأ المراجعة تصميم الريدمي نوت 11 اس السهل الممتنع شاومي ما عملتش فيه حاجة كتير الضهر بتاع الموبايل من البلاستيك مصنفر عشان ما يلمش طراب وما يزهرش فيه خربيش بالسهولة الموبايل هنا مقام للترتاشة الخفيفة قوي للمية بس دي يا جماعة شهادة عادية ما يعتبرش مقام بشكل كامل المية زي ما انتو عارفين اللون الازرق اللي معايا جميل بصراحة وهو مصنفر شكله حلو انا عموما بحب اللون الازرق وعجبني ادارة الازرق في الريدمي نوت موبايل وزنه حلو 179 جرام تخانة معقولة تمانية واحد من عشرة ميلي فريم الموبايل مش دائري كده ولا منحني لا بوكسي شوية زي الريدمي نوت العادي لو تفتكر بص التصميم ما اختلفش كتير عن تصميم الريدمي نوت العادي اللي اكيد انت عارفه وشفت مسلا مع حد صاحبك قبل كده المختلف هنا شوية بروز الكاميرا الخلفية الرئيسية علشان النوت 11 اس بسنسور مية وتمانية ميجابيكسل فالكاميرا الخلفية جاية هنا على درجتين والعدس الرئيسية بس جاية بدرجة اعلى كمان فبرزة اوي بصراحة في دهر الموبايل شاومي حلت الموبايل ده ان الجراب الشفاف اللي في عائل مبيت الموبايل فيه شفة كمان بدرجة علشان تبقى عالية عند الكاميرا الخلفية واوطى شوية عند بقية جزئية الكاميرات. اكيد كان نفسي بقى الظهر يبقى ازاز. اه والله يا كان نفسي. بس الكلام ده يا صاحبي ايام الزمن الجميل. دلوقتي علشان تشوف ظهر موبايل ازاز هتدفع كتير قوي. الشاشة بتاعت الريدمي نوت بحجم ستة وتلاتة واربعين من مية بوصة من نوع عملت بدوكة بتردد تسعين هرتز بسوق بصوار للسيلفي. الشاشة دي هي نفس شاشة الريدمي نوت العادي مفيش تغيير. طيب وهي شاشة الريدمي العادي كانت وحشة. لا خالص هي كانت كويسة. والنوت مازالت شاشته تعتبر كويسة. كان نفسي مسلا شاومي تخلي شاشة دي مية وعشرين هرتز مثلا. لان المعالج اللي هنا يقدر يشغل المية وعشرين هرتز عادي. بس طبعا شاومي بتخلي ميزة المية وعشرين هرتز حصرية على فئة البرو من النوت. سطوع الشاشة هنا كويس تحت الشمس والالوان كويسة ومشبعة وتقدر تتحكم في درجة تشبع الوان الشاشة على مزاجك من الموبايل. الشاشة هنا عليها حماية جوريلا الجيلي التالت وهتلاقي الموبايل جاي في العلبة متركب عليه سكرينة. نيجي للمعالج. بص انا زهقت من كلمة معالج سناب درجون ستمائة وتمانين اللي بشوفها في كل حتة دي. لا يا باشا هنا جايبه معالج جي ستة وتسعين تكنولوجيا اتناشر نين. معالج مش جديد علينا. معالج اداءه قوي واعلى من ستمائة وتمانين. بس على حساب استهلاك البطارية الاعلى والسخونة الاعلى. اعتقد دي معلومة مش جديدة عليكم كلكم معارفنا. شاومي معودانة من السنة اللي فاتت بتحط في فئة الاس من النوت معالج ناشيط من ميديا تاك يكون اختيار افضل للجيمرز وهي مكملة على ده السنة دي. واحد ايجي دلوقتي يوسعني يقول لي طب ما جيبي عم بوكو اكس سري برو ولا بوكو اكس سري جي تي ولا بوكو افلس سري حتى لو انا عاوز العاب هقول له والله اه عندك حق لو لقيتهم بسعر مناسب بقى اكيد هيكونوا افضل معك في الالعاب وبمعالجات اقوى بكتير لان الموبايلات دي حرفان كانت غلطة ومش عايزة زعلك وقول لك شوية ومش هتلاقي اي حاجة منها متاحة في السوق. على مستوى الريدمي نوت إليفن اس بقى فلده الفعلي معقول بس انا عندي تعليق ان شاومي هنا حطى كل الوجهة بتاعتها. مش مخففها زي ما شفنا في الريدمي نوت إليفن العادي. وده محسسني بشوية تقطيعات او النتشات خفيفة كده بتحصل كل فين وفين في وجهة الموبايل. وانا حب اوجه رسالة لشاومي عجبنا حركة تخفيف الانيميشن. يريد تخلوا ده الطبيعي بتاع الوجهة بتاعكم في الموبايلات بتاعت الفعال المتوسطة والفعال التصادية. الاداء الرسومي في النوت إليفن اس كويس باب جي بتشتغل على هاي جرافيك واللي انا بتشغل كويس جدا. ودي حاجة بقى لي كتير ما قلتهاش انا كل شوية والميديم جرافيك. اه جيز زمن اللي بستة الاف جنيه وشوية نقول كويس ان الجرافيك على هاي. يلا ما علينا. بصمة الموبايل هنا على زرار البور هي سريعة بس بيحصل تجميع سريعة لايكونات الوجهة. تمنى يتلغي يا شاومي. والفيس قال لك برضو سريعته كويسة جدا. الموبايل هنا جايب بالميو اي سيرتين المبني على اندرويد وتمنى من شاومي تعجل من نزول موبايلاتها الجديدة باندرويد اتناشر. مش هيبقى موبايلات غالية وكمان اندرويد قديم. ما سامسونج عملتها ونزلت الاندرويد اتناشر خلاص. الموبايل هنا للاسف ما فيوش انف سي. الميزة دي مش عارف الشركات مش بتهتم بيها ليه. بس فيه سنسور اي ار علشان تخلي الموبايل ريمود. فيه مايك اضافي لعزل الدوشة. وفيه مدخل سماعات تلاتة ونصف ملي من فوق. وفيه برضو سوت استيريو. هو مش اعلى استيريو شفته من شاومي قبل كده. بس الصوت درجته حلوة وعالية. مستشعر بقى المكاربة بتاع المكالمات لانه برضو بيعلق. وده بقى عيب سابت بقوله في معظم اجهزة شاومي اللي بجربها. هو هنا مش كارثة بس مش احسن حاجة. شبكات الواي فاي والاتصال كانت كويسة معايا في تجربتي لها. زي ما كانت كويسة معايا في النوت 11 العادي. فلو انت جربت النوت 11 العادي في الشبكة ياريد ضروري تكتب لي تقييمك في كومنت. الموضوع ده يهمني جدا. بطارية الريدمي نوت 11 اس خمس تلاف ميلي امبير ايوة زي بطارية النوت 11 العادي بالزبط. بس الاداء الفعلي في الريدمي نوت 11 اس للبطارية اقل شوية من النوت 11 العادي. ليه بقى? لان انا قلت لك من شوية. معالج الريدمي نوت 11 اس الميدياتيك جي ستة وتسعين بيسحب بطارية اعلى شوية من الستمائة وتمانين الموجود في الريدمي نوت العادي. فالكلام ده هتحسه لو هتققل في استخدامك على الجهاز. يعني ان الاخر لو النوت 11 العادي بيقعد ثمن ساعات في الشحنة الواحدة باستخدام متوسط. فبنفس الاستخدام ده هيقعد ست ساعات ونص سبعة ساعات بكتير. مش وحش برضو. ومعك شاحن تلاتة وتلاتين واط في علبة الموبايل بيشحن البطارية في ساعة تقريبا. وكويس الحمد لله ان الشاحن السريع في العلبة. معندش كومنت خالص على موضوع الشاحن ده. الكاميرات بقى. الكاميرا الخلفية هنا مية وتمانية ميجابيكسل فتحة عدسة وان بوينت ناين. مع عدسة تانية الترا وايت تمانية ميجابيكسل فتحة عدسة تو بوينت وو. والتالتة اتنين ميجابيكسل مكرو والربعة اتنين ميجابيكسل العزل. والسيلفي هنا ستاشر ميجابيكسل فتحة عدسة تو بوينت فايف. خلينا نشوف الصور على طول. الكاميرا الخلفية اتحسنت في النوت اليفن اس عن النوت تين اس القديم بفضل استخدام سنسور افضل مية وتمانية ميجابيكسل. الصور فعلا تفاصيلها ببقية اكتر. بس انا عندي تحفز على المعالج الميديا تيكتر. مش بيقدم افضل معالجة للصور. ساعات كنت بحس ان الصور محتاجة تشبع الوان اكتر من كده شوية. ومعالجة افضل من كده شوية. بس كتفاصيل طول ما الاضاءة عالية التفاصيل كويس. اول ما الاضاءة تبدأ تقل شوية تدخل مسلا. هتلاقي التفاصيل بقت اه غريبة ممسوحة شوية. قلة شوية تحس ان الصور باحتانى شويتين تلاتة. ولما الاضاءة تقل اكتر واكتر هتحتاج تشغل بقى في الكاميرا الخلفية. اللي بيقدر يطلع صور بالتفاصيل معقولة بس على حساب بتاع البشرة. اللي بيعمل لها تنعيم خلص وبيفتح لونها تماما عن الطبيعي. نشوف مقارنة مع الجالاكسي اي تلاتة وتلاتين. اللي بس سنسور كاميرا تمانية واربعين ميجابيكسل بس. هتلاقي متفوق على شاومي في معالجة الصور بشكل واضح زي ما انتم شايفين في معظم السيناريوهات تقريبا فهي مش برقم الميجابيكسل قوي. اما في النوت ساعات بفرقع شوية الصور لو كنت واقف في اضاءة شمس قوية شوية المعتاد من شاومي عموما في السيلفي مفيش جديد. بس لو الاضاءة معقولة هتاخد صور سيلفي كويسة هو بس لون البشرة فاتح شوية ونعم شوية محتاج يتزبط شوية عن كده. ولما الاضاءة بتقل التفاصيل بتاعت السيلفي هتقل شوية. السور بتبقى يعارف انت يا دوبك كويسة لو عملت زوم بسيط هتلاقي التفاصيل قلت قوي. ومفيش نايت مود في السيلفي وبصراحة دي حاجة زعلتني. بس اداءة السيلفي في ايضاة ضعيفة مش بطال بالرغم من عدم موجود نايت مود. ولما قارنت مع سيلفي لسامسونج ايه تلاتة وتلاتين. لقيت اختلافات صغيرة بين الموبايلين في السيلفي مفيش المرة دي تفوق واضح لسامسونج. وده لان الواحد نادرا اما بقى يلاقيه موبايل بسيلفي ممتاز الفترة دي. اسيبكم معاه تصوير الفيديوهات. بالنسبة لتصوير الفيديوهات بالريدمي نوت 11 اس في الموبايل اللي اسر اخره تصوير الفيديوهات على 1080 بس. لان المعالج الميدي تيك جي ستة وتسعين اخره في تصوير الفيديوهات على 1080. وده المعالج المستخدم في ريتمي نوت 11 اس. فاكيد طبعا انا متضايق شوية ان الموبايل بستة الاف وشوية مش بيضع تصوير فور كي. بس واضح كنا ان ده اللي هنشوف الفترة اللي جاية في معوزها من الموبايلات. يلا ما علينا. المهم نختبر جودة التصوير دلوقتي. انا بصور على 1080. هنختبر السبات الموبايل في جيروسكوب عن طريقه الفيديو بتثبت. هنشوف جودة السبات وان بتنشى بطريق اه دوشة وهوة علشان نختبر برضو جودة المايك لان في مايك اضاف العزل الدوشة. هنشوف جودة التفاصيل والوان الفيديو. اه بعيني على شاشة الموبايل شايف الالوان فتحة وراحة ناحية الكل ده او الناتبقى مزرقة اكتر. هل ده ممكن يكون ناتج من شاشة الموبايل. انما الفيديو الحقيقي مختلف عن كده. اه ممكن. وده هنشوفه في الفيديو النهائي مع بعض على شاشة مختلفة عن شاشة الموبايل. العسعار الرسمية للنسخة الاربعة وستين جيجا مع ستة جيجا رام بسعر خمستلاف ستمية تسعة واربعين جنيه. والنسخة المية تمانية وعشرين جيجا مع ستة جيجا رام بسعر ستة الاف متين تسعة وتسعين جنيه. والنسخة المية تمانية وعشرين جيجا مع تمانية جيجا رام بسعر ستلاف ستمية تسعة وتسعين جنيه وينفع تركب كارت ميموري شارحتين اتصل مع بعض واتمنى اتمنى ان الاسعار ما تزيدش عن كده. رأيي النهائي يعتبر قريب اكتر للريدمي نوت العادي. الفرق بس معالج اقوى وسنسور كاميرا خلفية اعلى لصالح النوت اس طبعا. كان نفسي يبقى ارخص من كده شوية بس هنعمل ايه? كل الموبايلات زادت. النوت نازل في مرحلة انتقالية صعبة شوية ما بين الاسعار القديمة والجديدة. وده هيخليك تقف شوية وتحتار وتقول انا لو هدفع ستلافه شوية في طيب ما جيب بوكو او 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 هقول لك انت صح في حالة بتدور على الاداة الافضل هاتقايبوكو من دول ده لو لقيتهم بسعر كويس او اقول لك على حاجة ممكن تجيب النوت تين برو القديم هيقدم لك تجربة احسن شوية من في وجهة نظري. ده في حالة برضو انك لقيت النوت تين برو بسعر معقول. فالمواضع دلوقتي للاسف في تضارب كبير في الموبايلات بسبب الاسعار. وهناخد فترة محترمة على ما نتعود على الاسعار الجديدة ويبقى خلاص المتاح في السوق الاجيال الجديدة من كل الموبايلات. النوت موبايل معقول من ناحية الاداء من ناحية الشاشة من ناحية الصوت والبطارية والشحن. كان نفسي بس تجربة الكاميرا الخلفية تكون احسن من كده شوية تناسب موبايل داخل على السبع تلاف جنيه. وكان نفسي يكون فيه مستشعر مقربة حقيقي. واكيد كان نفسي يكون فيه نفسي. بس كده انا خلصت. ما تنساش قبل ما تقفل الفيديو ضروري تكتب لي كومنت وتقول لي ايه رأيك في ريدمي نوت اليفين اس. وهل انت شايفه موبايل مناسب في ظل الاسعار الجديدة ولا لا? واكيد تعمل اللايك الجميل اعملش في الاول وتتأكد ان انت عمل لنا سبسكرايب لو بتشوفنا على اليوتيوب. فقولوا لو بتشوفنا على الفيسبوك واستنى مراجعة الجالاكسي اي تلاتة وتلاتين قريب جدا كان معكم احمد سعيد اشوفكم في فيديو جديد سلام.